آآ هناخد كده يعني آآ جزء بسيط في الاول عن ازاي نرسم وآآ يعني هي مفاش يعني آآ هاجة مؤقدة قوي آآ بعدك كده بسيط ان شاء الله آآ فخلونا اولا كده نعمل آآ سوا زي ما انتم شايفين بقى ايه اول حاجة آآ طبعا في في الجيرز هنستخدم برضو فاحنا بنشتغل على طول في الفايل بتاع الاسمبلي فانا هعمل نيو اسمبلي فايل وهتأكد ان هو آآ مليميتر آآ آآ عشان نرسم آآ طبعا احنا يعني بنكون عاملين تصميم برضو للشافت الاول فخلينا نعمل ديزاين كده يعني مش هنحتمي اه اه انا طبعا لازم نسايف الفايل شوف كده تمام مش مهندس بعد ازنك وانا فيش حاجة ظهره لي وعملت كل اخرى من اللي فينك وبرضو ما فيش حاجة ابتزر اسفضل ما فيش حاجة ظهره آآ عند الجميع ولا طبعا بش حاجة ابتزر طيب أما حاجة طبعا بش شكري صبعا بشري اشتركوا في القناة اه هل كده ظهرت او كده تمام انا عملته هو اللي احنا عملناه يعني عمتا في الشوفت قبل كده ان اشتركوا في القناة ناخد طبعا ما فيش هليكا الجير لان هليكا الجير هو يعني اعتبر اش الكيس من من الهل من عندنا هنا هون وعند هك الهليكس انجل ممكن انت تعملها بالانجل المطلوبة طيب اه اه باختار او الحاجة اللي انا يعني هنا انا هتدي له كل المعلومات اه تكون متاحة بالنسبة لي ممكن تخليها اه هنا خلينا مثلا في برضو في حاجة اه ممكن تبقى ظاهرة عند البعض ايه اه اه بش مهندس هو الصوت بيقطع الصوت بيقطع طعيب ماشي اه بش مهندس بيقطع بيقطع جدا سواي سوا اشتركوا في القناة اه اه طيب كده طملوني هالي الامور تحسنت ولا فيه لسه مشكلة في الصوت اه هو كده تمام شوية اه طيب ان شاء الله خير وان شاء الله بردو الصورة ميباش في المشكلة طيب اه خلوه هنرجع كده تاني احنا عملنا بايه زي ما اخدنا في اللاب قبل كده بعد كده احنا كنا بنبص على الجزء بتاع الجيرز في عندنا سبير جير وورم جير بيبل جير اه ده اللي احنا ممكن نتعامل معا احنا هناخد السبير جير والموضوع هنطبق على الورم والبيبل جير والسبير جير هتلاحظ ان هي اه متضمنة الهيلك الهيلك الجير لان هي فيها الهيلكس انجل ممكن تدخلها طبعا هو هنا زيرو فده سبير جير عادي فممكن انت تعمل السبير بتاع الهيلكس اللي انت احتاجها اه كان اول حاجة بنبص عليها هي الديزاين جايد او احنا بنصمم عشان نطلع بايه فهنا ممكن الموديول والنمبر الموديول احنا هنا هناخد ان احنا مثلا نعمل على الموديول فاول حاجة بيقول هالي الديزاير تجي ريشيو احنا محتاجين نعمل جي ريشيو قد ايه وهل هي انترنال ولا اكسترنال ماشيك بعد كده بنقول له كمان الموديول ومن هنا هو بيحسب هيحسب هو دي ما ينفعش انا بقى اللي اتدخل فيه بيطلب مني ان انا احدد السلندر اللي هو هيبدأ يعمل عليه الترس ولنقول ان احنا هنعمل الترس على الجزء ده من الشوفت هدوس على السلندر وهدوس على الجزء ده بعد كده عندي اه التاني حاجة اللي هو هيبدأ يعمل منه الترس هدوس عليه واقول له ان عايز مسلا الترس يكون على الكتف ده فهدوس على الكتف ده هيرسم لي كده الترس لو انتم لاحظين هو رسمه كده ايه بشكل اقدر كده شوية المكانه هيكون هنا ده اللي هو جير 1 ممكن نغير ده متاح لنا ان احنا نغيره وعندنا كمان الفيس ويتس يعني احنا محتاجين الترس ده يبقى العرض قد ايه ممكن نخليه مثلا عشرة فنلاحظ ان الترس بيصغر او ممكن نخليه اعرض يعني ممكن نخليه اربعين مثلا والترس يا رب تعالوا مثلا نخليه تلاتين وعندنا كمان البرشور انجل عشرين دي بقى بتكون ديفولت في حسب التصميم بتاع الترس وعندنا الهيليكس انجل ممكن نخليها زيرو ممكن هنغيرها برضو عشان نشوف ال الشكل بتاع الهيليكال جير اليونت كوريكشن هو احنا ما بتستخدمهاش يعني بس ممكن تبص برضو في الهلب تشوف تقدر تستفيد منها ازاي هنا بقى بتبص على جيرتو ان انا برضو اخليه مثلا نفس العرض تلاتين ولو قلت له اوكي على كده هو بيقول لي هنا انه هو هيعمل نيمينج فيه ساب اسيمبلي اللي هو اللي سبير جيرتو هنا بقى الاكسيريتور هيعمل لي two parts وقل له اوكي طبعا احنا ممكن نغير تسميت اي حاجة لو احنا عندنا بقى عدد من الجيرز نسمي ده سبير جير ونكتب له يعني حاجة تدل على مكانه فين في الديزاين او كده وقل له اوكي هانا بيقول لي ان فيه مشكلة في ال calculation فبس هقول له ايه accept هنا عملي الترسين اهو هنشوف احنا بقى بعد كده مشكلة ال calculation بس اول حاجة شفنا هنا الشكل بتاع الترسين ممكن ارجع تاني لل design accelerator وحتى نشوف لو احنا حطنا له مثلا helix angle بقى عشرة مثلا helix انجل بقى عشان اشوفها اوضح ممكن من الزاوية دي ملاحظين الترس اخدت الزاوية بتاعت helix ها دي الترسين اللي عندنا طيب اه لو ملاحظين الترس مصمت يعني مفهوش الجزء ال holo اللي هيدخل فيه الشافل وهل الترس ده برضو مصمت ولا لأ تعالوا احنا عرفنا بقى ان هو هنا عاملين two components نبص على ترس ده الواحده طيب بتاعه نخفي الشافل نتأكد هل هو اه شيء لل visibility اه هو عاملت ترسين مصمتين فهنا دي بقى حاجة احنا بنحتاج بعد ما نعمل التروس دي تتعمل manual ان احنا نعمل مكان للشافل يعدي منه نرجع تاني الشافل عشان نبقى شايفين الزاين هنرجع هاني نعمل الجزئية دي بس ايه اه نكمل طيب نرجع للتروس هقول له edit اه تمام اه ده مثلا جي ريشيو اللي احنا عايزينها اه اداني كده شكل الترسين هروح على calculations اشوف ايه بقى اللي كان فيه مشكلة اه هنا تعالوا نبص برضو الاول ايه هي اه التغييرات اللي ممكن نعمل انا هنا مثلا هشتغل على standard اللي هو الايزو بعد ان انا ادخل الpower اه ممكن مثلا ندخل power زي ما احنا حابين مثلا عشرة مثلا كيلوات والسبيد اه ممكن ندخل الاسبيد بعد كده فيه efficiency احنا عارفين طبعا اه يعني يعني ما ينفعش عمليا ان هي تبقى 100% فبقى عندنا بعض mechanical loss او كده فبيحسب هو برضو efficiency قد ايه او انت تقدر تدخلها بعد كده فيه عندنا gears بتختار بقى انت الماتيريال بتاعت الجير انا هنا مختار الماتيريال هي طريبا موجودة هتلاقوها عند خص في الاكسرسايز بتاع اللاب ده اه ممكن لو بتدوس هنا بطلع لك اللي هيا اليست بتاع الماتيريالز بتدور على الماتيريال اه المناسبة طبعا هنا الماتيريال دي يعني بص ال بتاعها 1150 يعني برضو ايه رقم عالي جدا اه فهي ايه مستخدمة هنا في الجير ده وتستار الماتيريا بتاعة الجيل التاني وبعدين بتقوله كمان انت عايز الترس ده يعد فترة قدقين في عندك هنا بوتن اسمه ده بعض بقى الفاكتوريز الاضافية لو عندك معلومات عنها او محتاج ان انت يعني ايه تراجعها وعندك برضو دي يعني احنا برضو ايه ما بنستخدمهاش وتعمل هتلاقي بقى ممكن يظهر لك بعض تعال نشوف برضو هو ايه الحاجات هنا بيقول لك ده على جير 1 ونفس الكلام برضو على جير 2 طيب ايه ايه التغييرات اللي ممكن نعملها في الحالة دي لو حد يحب يعني يشارك يعني احنا دلوقتي كل اللي اتحكمنا فيه احنا هنا في اللوتز داخلنا له الباور والسبيد ودي غالبا بتكون يعني او احنا مرتبطين بيها وفي عندنا في الديزاين بقى اللي احنا عملناه ان احنا اه حطينا الجير ريشيو وحطينا الموديول اه حطينا عدد الاسنان حطينا الفيس ويتس فتطا يعني تقترحوا ايه اللي ممكن نعدل فيه لو حبيين احنا نشوف الارور ده او نحسن الموضوع من المشكلة دي طيب واحدة عدد السنان مين كان بيقول عدد الاسنان نزودها ولا ننللها لا نزودها نزود عدد الاسنان اوكي متفقين على نزودها ايه هنا مثلا عدد الاسنان تلاتة وعشرين طبعا هنا عدد اسنان جيرتو اه مش مسموح ان انا اعمل فيها تعديل لانه هو هيخدها على طول من اه الموديول وعدد الاسنان لان خططه الجير وعنده طيب هيها تلاتة وعشرين يعني انا مثلا اخليها اربعين مثلا نعمل كده كالكوليت اه هنا مثلا بقت سيف ماشي طيب لو رجعناها تاني تلاتة وعشرين ممكن نغير في ايه تاني بدرجة تاني مش سيف كان في حد تاني بيقول حاجة هل في حاجة تانية ممكن اعدل فيها وانا قلت الاندورنس تقريبا باش مانا الاندورنس الاندورنس ده طب هعرفه من اين او يعني ايه اللي انا هغيره هنا او مكتوب مدلس اه كنت اتفادي كليمي انت تقصد في دول اه ده 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 من الماتيريال اللي انا مختاره يعني هنا الاندورانس طبعا تكون محسوبة على حسب الماتيريال اللي أنا اخترتها فأنت تقصد بقى أن نغير في الماتيريال اه بالزفت كده مظبوط يبقى احنا ممكن برضو نشوف ماتيريال تانية تكون مناسبة للأبليكيشن ده لو أنا مرتبط لأن خلي بالك هنا لما احنا بنكبر احنا هنا مش محكمين بسنتر ديستانس فلما احنا كبرنا عدد الأسنان على نفس الموديول فإن اللي حصل هو الترس نفسه كبر وبالتالي كبر لي كمان الترس التاني والسنتر ديستانس المبينهم زادت فلو انت محكم بال يعني بالسايز بتاع الديزاين فأنت بقى هتحتاج تفكر مثلا في انك زي مثلا تفكير انك بتغير الماتيري طبعا ممكن برضو تفكير تاني ان احنا نغير في الفيسويتس نغير في العرض بتاع الترس فيعني كلها انواع من التعديلات اللي انت ممكن تعملها بحيث تشوف على حسب الابليكيشن يعني بتاعك ايه اللي ممكن يكون مناسب احنا هنا خلينا طيب احنا كنا عملنا دي 40 اه طلع سيف على الوضع اهو اللحظت ايه الترس اه كبر لان هو هيكبر لي بقى الترسين لان انا كبرت عدد الاسنان على نفس الموديول عفين دامتر بيساوي الموديول في عدد الاسنان اقول له اه خلاص اوكي طيب اه دول الترسين اللي هو اه على الجير ايشيو اللي انا اه عملت عليه تصميم واديته سماحيا ان انا بقى الحاجة اللي هو هيقددها لي هي السنتر ديستانس اللي تناسب اه التصميم بتاعي نرجع بقى للجزئية بتاعت ان هنا عرفنا ان التروس بتجيلي مصمطة وانا بحتاج بقى اعدل فيها عشان اه اعدي الشافت منها فتعالوا الاول نعدل بقى في الترس ده احنا هنعمل على الترس واحد وطبعا انتوا فاهمين بقى الموضوع هنكرره في الترس التاني الترس ده تعالوا نشوف الاول هو الشافت ده اه الشير سكريين واقع شونس اه الشير سكريين واقع اه ظهرت كده اه تمام طيب هنا اللي احنا عايزين نعمله بقى ان احنا ايه نعدل الجير ده فكنا هنيجي هنا نشوف بس الديامتر بتاع البونتش حاطث على الجير سبعتاشر طيب هروح هنا على الجير ده احنا عرفنا ان هو جوة الاسمبلي او السب اسمبلي بتاع الجير في عندي انا عايز الجير ده لو دست عليه double click هقدر اعمل فيه edit انا عايز ارسم اه على السطح اللي بره بتاعه هنرسم دايرة خطرها سبعتاشر وهي نقول له extrude نتأكد ان هو cut through all اختار برضو بمش عايز distance بقى انا عايز through all part فكده هيعملي اهو بالاحمر كده بقول له هعمل extrude cut في الاتجاه ده اقول له كده اعمل return هنا ونرجع لل part اه نتأكد بقى اهو اه دي لو انا عملت لده كده اه شلت الفيزيباليتي بتاعته اه دي البينيون بتاعنا بقى فيه ال hole ده طيب طبعا ناقص حاجة مهمة جدا يعني احنا عارفين الشكل ده ما ينفعش ايه بقى اللي ناقصنا دلوقتي قليه نفع الشفت يركب عليه ترتس كده حط key اه محتاجين key ضروري طيب خلينا نرجع الشفت ارجع الفيزيباليتي بتاعته ففيه عندنا برضو في design accelerator لو رحت على design واختارت key عندك الكي بتختار اول حاجة ال standard اللي هتشتغل عليه فيه عندك بقى انواع مختلفة من ال keys اختار ال standard او النوع ال key اللي هتشتغل عليه وهنا بيقول لك انت عايز ال size بتاعه قد ايه اه 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 ا اول حاجة ده اللي هو ol the size اللي هي الوا اه 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 الجزء اللي هو يركب عليه اللي هو الشافت دامتر احنا هنبعزينه 17 والkey length هتلاحظ ان هو بقى standard فانت بتختار من اطوال معينة هنخليها الوقتي على 14 في عندنا النمبر ممكن يبقى عندك key واحد او اكتر من key وانجل له وهو لزاوية هنا اول حاجة بتختار انا هقوله create new او لو عندك انت عامل له جروف هتعمل select existence احنا ما عندناش الجروف لسا في عندنا تلات انواع للجروف لو احنا بقى من المانفاكتشرينج عارفين فيه جروف with rounded ends دي اللي هي بتكون معمولة بالvertical milling عندي جروف هنا with one rounded end يعني هي بالend milling بس معمولة من بداية الشافت هنا الاولانية دي معمولة في نص الشافت او يعني مش على طرف الشافت وعندي blank groove دي اللي هي معمولة بالhorizontal milling machine فعلى حسب احنا عايزينها على بداية الsection ولا في نص الsection نقدر نختار النوع الانستبلينا خلينا نخليها كده في النص اول حاجة باختار له الرفرنس فانا عايز الرفرنس هو ال الشافت ده هنا تاني حاجة الplaner face او الwork plane يعني هو هيحسبه منين هقوله من هنا تعالوا نبص كده على اللي هو عمله هو حطه لالنحية دي ففي عندنا الorientation ممكن نخلي طيب سمعيني معلش خلينا نختار الرفرنس نختار الرفرنس بتاع الorientation العكس عشان يبقى جوه الجير وهنا اعمل لي ادي الكي طبعا ممكن انت من هنا تقدر تطولها وتأثرها هيزود هو هنا في اللينس اللي احنا واخدينه خلي بالك انا هنا لما يعني ما كانش لازم اكتب انا السبعتاشر بس انا لما علمت على الرفرنس فيس واخترت الشافت هو على طول كتب الديامتر السبعتاشر طيب ده كده الشافت بيقول لي بقى الهب دي كده الهب عملها جوه الهب هنا بقى ممكن يكون بنسبة لك جير زي ده ممكن يكون بولي اي حاجة هتركب عليها كي فهنا هعلم له على 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 الجير ده فين الجزء اللي هو يشتغل عليه اللي هو الهدج ده ادي هنا ملاحظ ايه عمل كي وي بطول الهب او بطول يعني هنا عندنا الجير ادي كي وي بدايته من هنا ونهايته طبعا هتبقى الناحية التانية والجروف بتاعة الشافت موجودة في الهب الشافت قساطة تمام وبعدين بنختار هنا بقى تتأكد ان انت عندك تلاتة اوبجيكس انت عندك ايه عندك الكي وعندك الشافت جروف وعندك الهب جروف ممكن تشيل اي واحدة منهم لو هي موجودة او احنا هنا في الحالة دي احنا عايزين كريات التلاتة لان التلاتة مش موجودين ونقول له اوكي بيقول لي برضو هيعمل سب اسملي بالاسماء دي اوكي ادي هنا عملنا ادي الجروف لو جيت ابص هلاقي جوه في عندي الكي لو عملنا حتى ده كده الفيزابلتي شلناها هنلاقي انا معلش عندي مشكلة في الماوس كل سكرولي هلاقي انه اهو ركب لي الكي على الشافت وطبعا زي ما شفنا برضو كان عامل الجروف في الجير طيب تعالوا سريعا برضو نعمل حاجة تانية بسيطة اللي هي ال ال بلدس كده احنا شفنا ازاي ممكن نعمل جير وهنا طبعا احنا عملنا اهو هيريكل او ممكن تعمله سبير في البيلتس بي عندنا برضو البيبيلت وفي السينكروناس بلتس دي اللي هي ال تايمينج بلت يعني اللي هي بتكون البيلت نفسه مشارشل كده او ال اللي هي الحلقات بتاعة الجنزير يعني تستعلي بالغلط هنختار احنا هنشتغل البيبيلت اول حاجة بتختار البيلت نفسه الستاندرد بتاعي ثانية واحدة معلش اول حاجة هنا نختار البيلت نفسه عندك مقاسات كتير تقدر تختار منها تعالوا نبدأ مثلا بلت تغير كده اول حاجة اللي احنا هنحنحط عليه البولي هقول له على الجزء ده عند الكتف ده هنحنحط لها كده بعيدة عن الجير سن تمام هنا ملاحظ اولا انه عملي بقى البولي لو عملنا كده زوم اوت شوية ادي البولي وما بينهم واضح انه هحط لي البولي في عندنا لو احنا عايزين نعمل افست نحرك هيمين شمال شوية في عندنا نعمل ممكن تزود ممكن تخليها اربعة مثلا وهو اوتوماتيك هيعرض البولي عشان زي ما احنا يعني عايزين و عندنا كمان ال ديتم لنس طبعا ده برضو بيكون ستاندرد فانت بتختار منه برضو الطول المناسب ماشي هو هنا طبعا هو يعني برضو بيحكمك ببعض الحاجات خاصة مع نوع البلت اللي انت مستخدمه ولسه هنشوف بقى اللوت اللي احنا حط طيب البولي نفسها البولي ممكن تكون اخلي اعمل لها create كده او هي البولي existing فانا اروح اسلكت البولي او virtual يعني مجرد هعمل calculations فانا بس بحط حاجة في read calculate بحتاج ان انا هنا برضو مش اعرف هال اللي هنا ضبطت ولا لو ملاحظين البولي مش متسنترة على الشافت فبرضو هو هنا بيقول البولي placement guide اقول ان هي fixed position by selected geometry طبعا ممكن by coordinates او free slide position هي ممكن تتحرك بحرية احنا هنخليها fixed position من الgeometri مع الشافت وهو هنا automatic ضبط خلى center بتاعها في center الشافت طبعا نفس الكلام في بولي اتنين لو احنا بقى ايه برضو عمل لها الشافت بتاعها او كده طيب تعالوا نشوف برضو calculations هنا بتعمل اما strength check تتأكد هل builds دي هتستحمل ولا لا او design number of builds هو يقترح لنا عدد builds المفروض نستخدم خلينا هنا strength check دلوقتي البرضو load هل هتندخل power و speed وهو يدرايب torque ولا ادخل torque و speed ولا ادخل power و torque وهو يطلع لي speed طبعا احنا في المعظم بيكون معنا power و speed ونحسب منها torque هنا مثلا قاية power 3 كيلو واط ماشي و speed 2000 rbm خلينا برضو نخليها 1500 و torque هو طبعا حسابها من اللي انا ادخد ه وبعدين عندنا service factor حسب طبعا الapplication بتاعنا برضو نحط service factor مناسب وبعدين برضو عندنا بعض factors arc of contact وهكذا برضو لو عندنا اي تعديلات بندوس custom وندخل احنا factors دي بنفسنا ونقدر نحنا نجرب كده نعمل calculation برضو سيطلع عندي بعض errors من errors انه هنا يعني انا ملاحظ اول حاجة هو قال انت ندخل الز 2 2 number of pills required 7.2 يعني واضح ان انا على الاقل لازم احط 8 pills انا هنا حجم ال2 اما اروح هنا واقول بدل اتنين انا عايزهم مثلا 8 بس خلالي البولي نفسها بقت عريضة اول يعني لو نشوف هل هو كده هي خل الموضوع لا لا هي اتحلت كعدد بس الف الماكسام تنشن في البلد معدي اللي هي ايه ال required بتاعته فممكن كحل تاني خلينا هنا اتنين ان احنا نغير في مقاس البلد نفسه احنا هنا مختارين بلد زي ما قلنا في الاول هو صغير فتعالوا مثلا نكبر البلد نخليه 14 22 او 22 14 تعالوا كده نحسب عليه طبعا ملاحظين هي البولي نفسها بقت اعرض بس مثلا هنا طلع بالنسبة فاحنا برضو على حسب ايه الانسب لنا والمساحة المتاحة عندنا فنقدر ان احنا نستار البلد المناسب ممكن لو قلت له اوكي يعمل برضو ايه يعمل البوليس بتاعته طبعا هنا هتلاحظ برضو نفس الكلام البولي محتاجة تتفرغ هنعمل بقى edit ونعمل لها نفس اللي احنا عملنا قبل كده طبعا هنا لو لقيت بقى ان البلد اس في البولي اعرض من الانسب انت كنت عامل بقى انت هتقدر تطول مثلا ال تطول الشافت في الانسب يعني اللي تحت البولي اللي هو شاير البولي في الحتة ده بس ده كده برضو البلد يعني اتمنى الموضوع يعني يكون بسيط عليكم وممكن النهاردة كنت عايز بقى اخد رأيكم في حاجة احنا كان في البروغرس اتنين كنا اتأجل يعني كذا مرة بعتذلكم لو كان حاجة من ناحيتي او برضو المرة اللي فاتت قلنا عشان كسل عالم وكده برضو ايه بلاش عكنانا فتمنى تكونوا مستعدين المرة دي ولو حابين ممكن نعمل بروغرس ري هو احنا مطلوب من انا اتنين بروغرس بس ممكن نعمل بروغرس ري وناخد افضل اتنين يعني لو حابين فممكن انزل يعني بروغرس مش عارف ممكن تقترحه يكون امتى بحيث اللي حابب ان هو يعمل بروغرس ري يبقى يستفيد من الدرجة بتاعته يعني في التحسين فهل حابين طيب تم اه محب نعم انا محمد اه 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 مش قلت مش جاي معنا جيت هو مش علي قلت لي احضر اه المفروض اه بعد اي احضر اولا اني في كل اي ما شاء الله اي مهم اه في اه اه قالولي تمام هم عايزين بروغرس ثاني بس وما يكونش النهار احنا كمان شوية عندنا كويس ما هو ما هي بقى عشان المشاكل دي هنعمل بروغرس ثالت يعني لو حد النهارده بقى عنده مشكلة من الاسف يعني ده اجلنا كتير بروغرس دو ده يعني برضه عشان زمائلك مش كل مرة هيحضروا نفسهم ونقول لا ده خلينا نأجله فالمراتي هنعمل بروغرس دو وطبعا بروغرس تمام لكن بروغرس هو اللي هفتح المارضة من الساعة 8 في الساعة مرة آه الله أستعلم شكرا يا بشموز العاف تمام يا شباب بالتوفيق كنت سعيدا يعني بشموز ما عليش ممكن سؤال اه تفضل تفضل اه دلوقت أنا الـ ايدي بتاعي هغلبه صفار يعني فلان ما جيت عمل المسألة الشفط فسمع معاني الـ F تانجنت بزيرو والـ F راديل كمان بزيرو ففيش غير F أكسي انت آخر وصفرين يعني نال ايدي بتاعك بورل صفار معادة فيه اتنين كده عشرين آخر وعشرين يعني وقابليه برضو صفار آه تمام لو هو الـ اكس ده كان واخد آخر رقم بس لو هو بزيرو والمسألة مش هتنفع ماشي مش مشكلة يعني خد تاني رقم يعني اكتب لي كده نوت او اي حاجة ان انا لقيت الرقم هو نفع يعني هو نفع معايا بس طبعا ما فيش تورك وما فيش F1 وF2 في البولي بس نفع معايا في حسابات الشفط وكده بس في حسابات البيرنج بقى المشكلة اللي وفت معايا اللي هو الRBM فحطيتها بقى 500 مثلا اي حاجة بس طبعا انا عارف ان هو ما فيش خلينا لو فيه ما اشي نفيش مشكلة يعني هنراعي ده لو حد حصله نفسي مشاباتي زي ما هي كده اه لو حد حصله مشكلة مشابهة في البروغرس ده اول اللي بعده خد الرقم يعني لو زيرو خد الرقم اللي بعده خد الرقم اللي على شمال اوكي عنده اي اه هتلاقي برضو المرة دي بقى انا حاطت يعني صيابة واضحة كده اللي انت هتعمله بالضبط يعني هتعمل الPDF في بتاع الخطوات اللي انت عملتها والresult النهائي اللي انت طلقت بين اهم حاجة الخطوات وانت شغال يعني طبعا ممكن تلاقي حاجات يعني انت بتأسيوم وحسن موضوع مثلا يعني احنا بناخد حتى البروغرس ببقى حاجات بسيطة يعني بس لو حسيت ان انت اشتغلت وفي حاجات كده يعني مش واسق هو انت كده ماشي صح ولا غلط لأ يعني المهمة بس وريني الخطوات اللي انت مشيت عني لو سمحت باش مانت وضع محمود محمود هو انا اول برواق خالص يعني انا كنت برواق ما اتاخد وبعدت لخضراتك ان انا بس يعني عشان كان عندي مشكلة في اللاب وكده فانزلت عملته عند عند حد يعني وبعد كده بعدت لخضراتك اللينج بتاعه في الشات هنا يعني عرفاته عالصوف وبعدته عالصوف بس كنت اتاخرت شوية كان للمس افل ساعتها يعني بعدته وبعدها بنص ساعة تقريب زمان ف يعني هو في امكان اي كان نوع يتحسب ولا طب يعني خليني ارجع كده كان الموقف عامل ازاي بس انا عشين كده قلت اهو اي حد حصله بقى اي ظرف هي ظبط الدول طبعا شكرا طبعا بالتوفيق شباب انا هسيب كده يعني تاخدوا عشر دقيق وبعدين هتلاقوا البروغرس فتاح على اللي بس شكرا اخرا امتى مش مواند اخرا امتى انا فتحه ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات ده يعني كتير قوي يعني الثمانية الى احد واشر شن حد دخل المتأخر حد حصل له مشكلة عطل مش عارف ايه الدنيا بتمطر عليه الواحد يعني كل الحاجات ده اهي مراعين بس طبعا يعني انا اصدق بأتمنى ان يعني ده يكون مجهودنا من غير بقى ايه يعني انتو فهمين انا في الاخر براع المجهود اللي بتعمل اكتر من طبعا نتيجة تبقى طلع مزبوطة بس يعني احنا بنعمل ده عشان نتعلم وبندي البراح ده عشان يبقى كل واحد بيشتغل وهو مش وبيشتغل براحته فقصاد ده انت برضو خد الفرصة في انك تطلع مجهود يعني كويس ومجهودك انت الخالص يعني تمام اظهر ما هو فاضل يعني 12 دقيقة او يعني 12 دقيقة فيعني على ما تعمل لك بقى كوبات شاي ولا نسكفي او كده وبعدين تدخلوا بقى على البروكريس ان شاء الله تفضل انهم فاش يكون 12 عشان الكويس معلش ياخد 12 ما هنعمله ثلاث ساعات انت الكويس الساعة كام الكويس ساعة عشرة والله طب ما تعملوا قبل الكويس ما معاك من 18 لعشرة مش الناس عندها الكويس عشرة اه طيب ما معاك من 18 هو مش هياخد منك الوقت ده كله ثلاث ساعة عليك شاي مش انت خلص الكويس وتخش اتنا زين رياح نعم مش هنه خلص سمار رابنا 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 شكرا 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 شكرا